وأذكر في مرة وكنت في الصف الثالث الإعدادي وكنت دائم الصلاة في مسجد من مساجد بولاق أبو العلا التي أولدت فيها وتربيت فيها وذات مرة فعل الشيخ شيئا ربما لا يروق لكثير من الناس في عصرنا الحاضر إلا أنني أكاد أجزم بأنه لا يوجد واحد في المسجد إلا بكى بكاء مريرا صعد الشيخ المنبر في يوم الجمعة وحمد الله وأثنى علي وصلى على النبي مستوفيا أركان الخضة مستوفيا أركان الخضة ثم أوصانا بتكوى الله أصيكم ونفسي بتكوى الله ولم يتحدث الشيخ بعد ذلك شيئا قط من عند نفسه ولا من كلام الناس وإنما بعد أن حمد الله وشهد الشهادتين وصلى على النبي وقال أوصيكم ونفسي بتكوى الله بدأ هكذا فلولا إذا بلغت الحلق وكان الشيخ رحمة الله عليه ورضي الله عنه عذب الصوت وبدأ ينتقل من آيات تلو آيات في حديث كله عن النار لم تستغرق القطبة سوى يعني 20 دقيقة لم تزد على 20 دقيقة لكنه لما يتكلم فيها بكلمة لما تنقل فيها ما بين حديث القرآن عن النار بأصناف شتى طارة يتحدث عن عذاب أهل النار وطارة أخرى يتحدث عن طعام أهل النار وسالسة عن شراب أهل النار ورابعة عن ملابس أهل النار وأذكر أن المسجد كله أجهش بالبكاء حينما وصل إلى قول الله تعالى في صورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوق العذاب وأكسم بالله هذه حقيقة في الحلقة الماضية من أني قريب كنت أشرح وصف النار وبعدما انصرفت من هذا الستوديو الذي نجلس فيه قلت في نفسي وأنا يعني أسير بالسيارة أنا كنت أبسط النار للمشاهدين تخيالي الشيخ محمد اللي هو دائما الناس عرف عنه هو الشدة والغلزة والقوة والرهبة والتشدد زي ما الناس بتقول لكن خد بالك وبقول الكلام ده للمشاهدين علشان فيه خطورة إحنا مهما أتينا من براعات الكلام ومن بلاغة الكلام لا نستطيع أن نصف شيئا لم نراه صحيح ولا نستطيع أن نصف شيئا نسأل الله ألا يرينا يا رب يا رب خلي بالكم علشان كده النار احنا ما نعرفهاش وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ست دعاء لما جيه يشرح الصحابة ناركم هذي ناركم هذي فألو له آه يا رسول الله أقول لهم لا دي مش النار بتاعت الأخرة لا ده نار الأخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءا يعني النار دي جزء من سبعين جزء من نار الأخرة فالصحابة قالت إن كانت هي لكافية لو دي بس تبقى كافية يا رسول الله مرة تانية النبي يلاقي الحر جديد قوي وإحنا جايين النهاردة بنقول الجو صاحب النهاردة فتخيلوا بقى لما تسمع أن درجة الحرارة ستين سبعين تمانين وتسمع أن درجة البرودة تلاتين أربعين خمسين تحت الصفر فإياك أن تتخيل شيئا إلا أن ربنا سبحانه وتعالى لما النار اشتكت له وقالت له يا ربي أكل بعض بعض أكل بعض إيه؟ بعض خلي بالك من الكلام ده فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فما ترون من زمهرير في الشتاء فذاك من نفس جهنم وما ترون من حر الصيف فذاك من نفس جهنم ده نفس جهنم بس وإحنا بعيد عنها فكيف الحال بمن كان فيها؟